المدربين اللي انت ليهم بصمة عليك وأثقل مهاراتك في كرة القدم وخاصة في الجول كيبرز ولحد الوقت انت بش ناسيه كل مدرب له بصمة عشان نعطي كل ذي حقا حقه لكن اللي بالنسبة لي كان مميز جدا كابتن ألدو كابتن ألدو ألدو إيطالي مصري أجنسية ولعب منتخب مصر طبعا طبعا فألدو كان بمدرب حراس المرمى في نادي الزمالك بعدما سيبت الطيران وكان برضو من الجيل الجميل اللي معايا سامير محمد علي ربنا يديله الصحة ربنا يديله الصحة احنا كابتن المرحوم عب حميد شاهين مستشرة عب حميد شاهين طبعا فالناس دي بالنسبة لي كانوا مدرق مدارس وانت عملت سكيتش عليهم جابه ألدو جابه شاهين شاهين لألدو ألدو ألدو كنت أسلعبين بس ما جابش نشاهين ما كنتش ملعب فالنهار دا كابتن ألدو كان له يعني خدت بقى خبرات منه جابه طبعا مفيش كلام هو ألدو علمني حاجة مهابة قوي انت ما بتكبر في السن حارس المرمى مميز ان هو يطير ويجيب الكورة ومعرفش ايه فعلمي قال لي ما تكبر مش حدق تطير لأن مجهود لازم نستعرف ان مجهود هو شاب فيك الحتة مهابة بتاع حارس المرمى اه طبعا انت بتتحرك للكورة قبل ما الكورة تيجي فانت ما بتكبر في السن الرمية دي بتعطيها زي ما يكون لعيب عمل سبرينت فعايزها لياقة كبيرة ما بتكبر في السن اللياقة مش متوقع فقال لي تحرك للكورة بدل ما انت تطير على الكورة وتتوقع بقى وتسهل الكورة لما فروت زي حضرتك مثل يخش ويتمطع ويروح مديها وهي كورة سهلة ويروح مترمى بصيط الفروت ايو وبحسسه ان هو عمل حاجة جامدة جدا لأ انما ما يخد خطو خطوين وروعملها كده الفروت يقول لك الله انا شدت شورة سهلة جدا ده كان بيميز الكلام ده كابتن سابت البطر الله ارحمه سابت الله ارحمه وان لسه كنت اقول لك كان بيتحرك كانش يحب يترمي كان عنده السنسة اللي هي بيتحرك صح وهي كورة بتلعب ويخد بترطيب صوابعه وبتاعه وبش ما بيطولهاش بمطلعه حضريرك حسن علي ربنا انتهيه الصحة حسن كان يرمي الكورة ويترمي اخدها ومرة كنا منلعب في تونس مع منتخة بمصر ورمى الكورة ومسيكة كابتن جندي اللي قاله ماتش جاي مش هتلعب شام حيرب قاله ليه قاله انت رميت الكورة ومعرفش ايه وكانت حتيجي فينا اقول لا رايح يا حبيبي على طول رايح المال